اشتركوا في القناة هذا الموضوع هذا حكومة لا تنكر اهمية هذه المؤسسة لا تنكرها هذه مؤسسة مهمة مهمة على مستوى التخزين ومهمة ايضا على مستوى المساهمة في توفير امكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم وتكررها محليا هذا السوق الان للسوق المحروقات عموما هو سوق متقلب وجميع الفرضيات الان والجميع الاحداث التي وقعت في هذا الشهر الاخير بينت بان الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ يجب تنويع مصادر الطاقة ويجب للدولة والحكومة ان تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال هذا الموضوع قلناه غير ما مرة لا يجب ان يناقش تحت التشنج ويجب ان يناقش بهدوء كبير جدا لان هناك مصالح كبرى لبلادنا لكن هناك من يريد ان يزعى هذا الموضوع في خانة التشنج وفي خانة البيانات المستمرة وهذا قال وهذا ما قال شو هذا كذا الحكومة عند تحدي كبير وجدته امامها هذه الحكومة حالية وتحدي الطاقة اسعار ملتهبة على الصعيد الدولي مؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016 على ما اعتقد هل اوقفت هذه الحكومة وجدت وضعا معقدا لا اريد ان ادخل في التفاصيل مرتبطة به اعلاش وكيفاش وشكون وشنا هي الكلفة مش حالة خصوه بشي تصلاح وكذا وكذا هذه كلها ارقام تختلف من جهة الى اخرى كل واحد كيفاش يقرأها وكل واحد كيفاش يقدمها انا اللي نبغي نأكد هو ان هذه مؤسسة مهمة جدا ستجيب على اسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة في بلادنا وهذا عبرت عنه غير ما مر وقلت وقلت بان الحكومة تعريف الاهمية لها المؤسسة هذه على مجموعة من يعني من الاسعادة والدروس اللي علمتها انها تجربة ديل تقريبا يعني العشرة اشهور في السنة ديل 2022 الارتفاعات الملتهبة الاسعار بينات الاهمية ديل المؤسسة لكن هذا موضوع يحتاج الى الهدوء لماذا يحتاج الى الهدوء لان هذا موضوع مرتبط بجوج ديل الملفات ولا جوج لمستويات اولا هناك نزاع قضائي وهناك تحكيم دولي هناك نزاع قضائي تبت فيه المحاكم الوطنية وهناك تحكيم دولي بين النزاع القضائي وبين التحكيم الدولي هناك منطق يختلف الحكومة قلت بأنها كتقول الأسامير عندها بلستها في المنظومة العامة المتعلقة بتوفير الطاقة للمغاربة ستقدم أجوبة حول أسئلة لكن هذا الموضوع لا يجب أن يكون الموضوع يناقش تحت ضغط بل بهدوء ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة لأنه في نهاية المطاف ندبر مؤسسة عمومية كانت عمومية أصبحت خاصة كبيرة جدا ولكن ندبر أيضا في الجهة الأخرى مقدرات المغاربة والإمكانيات المالية للمغاربة والحكومة تدبرها فقط في إطار أولويات لتدبيري حاجيات عبر عنها المواطنين إن كان على الصحة ولا على التعليم ولا على الأمن ولا على الطاقة التي يحتهي داخلها في هذه العناصر فلا يجب بأي من الأشكال نتهم الحكومة بأنها متشبتة بشي موقف الحكومة لا يجب أن يتعلم على الصحة لا يجب أن يتعلم على الصحة لا يجب أن يتعلم على الصحة ولكن ما يتعلم على الصحة نريد أن نرحبه به في إطار كل ما يمكن أنه يدار لكن هذا موضوع لا يحتاج إلى كثير من التشنج ويحتاج إلى الهدوء دروس أنا قلت لك اليوم هذا الصباح هذا سابقا قبل كانت العلاقة ما بين المواد المكررة كانت واحد العلاقة واحد لرطيبات ما بين سعر المواد المكررة وسعر البرميل الخام الآن موقعت العلاقة فقدت خاصة ما بين الجاز والديازيل مع البريت وانت صحفي ممكن لك تبحث في الإحصائية والأرقام العلاقة نسبيا كانت ما بين الليسانس مع البرميل ولكن ما بقتش تلك العلاقة وذلك الإنعكاس في الارتفاع وفي الانخفاض لماذا؟ هذا اليوم يؤكد بأن هناك ضغط كبير على هذه المواد هذه ويؤكد مرة أخرى بأن مجال تكرر عموما رح يمكن يحملوا حلول لهذه المشكلة للطاقة التي أصبحها يتفاقم على الصعيد الدولي وطبعا يؤثر على بلدنا بحالها بحال جميع البلدان